بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين حياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم مع السادات وسيد اليوم هو صحابي جليل تأخر إسلامه وكان ذا عقل وشرف بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو يزيد سهيل بن عمر ابن عبد شمس من بني عامر ابن لؤي وهو قرشي مكي وقد كان أبا لمجموعة من الصحابة فقد أسلم ابنه عبد الله ابن سهيل ابن عمر وأسلمت بنته أم كلثوم بنت سهيل ابن عمر في فترة مبكرة من تاريخ الدعوة الإسلامية ولما قام أبوهما يعذبهما ويحيط بهما حتى إنه سجن عبد الله في مكان ووضع رجله في الحديد والقيد لكنه تخلص من ذلك وهاجر هو وأخته إلى الحبشة ومكث في الحبشة سنين وكان سهيل ابن عمر أبوه خطيب مكة المفوهة قام مرة وجمع جموعا من العرب وخطب فيهم يدعوهم إلى نبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناوأة دعوته أسوة بقريش كما فعلت وقد كان وقورا عظيما لحية أسودها وفي لحيته شعرات بيض فدعى الناس إلى أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بذلك كثيرا ولكن بعد سنين وعندما نزلت أواخر سورة النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الله تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلما سمعت قريش ما تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدت كلها لله العظيم سجد المؤمن وسجد الكافر مقهورا لله رب العالمين وسجد الإنس وسجد الجن للرحمن الرحيم سجد أبو جهل وسجد الوليد بن المغيرة وسجد عتبة وشيبة وسجد أمية بن خلف سجدوا كلهم لهذا القرآن العظيم فلما رفع أبو جهل الرأسة قال ما هذا ما آمنا بمحمد كيف سجدنا لآل رب محمد في آي قرآنه وطار الخبر أن قريشا قد أسلمت كلها فعم أرجاء الجزيرة ثم انتقل إلى مملكة أكسوم في الحبشة فوصل إلى المسلمين فرجع كثير من من هاجر الحبشة الهجرة الأولى رجعوا لمكة مسرورين مغبوطين مغتبطين أن قد أسلم ذووهم فلما رجع عبد الله بن سهيل بن عمر فوجئ أن أباه لم يزل في غيه كافرا فوضعه في الحديد سنين حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك وقعت موقعة بدر في العام الثاني من الهجرة في السابع عشر من رمضان وعندها أرادت قريش أن تخرج لإنقاذ قافلة عيرات أبي سفيان ابن حرب بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب فجمعوا وخرجوا فخرج سهيل بن عمر فأتى ابنه يدعوه إلى الردة عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه ابنه بأنه مستعد لذلك وأنه لن يرضى أن يقاتل ضد أبيه فعندئذ سر سهيل بن عمر بعودة عقل ابنه إليه كما كان يظن ولكن أي عقل هذا عقل الكفر؟ لا والله بل هو الصد عن سبيل الله فخرج عندئذ سهيل وأخرج معه ابنه فما أن ترى الجمعان حتى لحق عبد الله بن سهيل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقاتل في صفوف المسلمين وقد أسلم كذلك أخوه أبو جندل ابن سهيل بن عمر بن عبد شمس ووضعه أبوه أيضا في قيد الحديد ووصل به رجله وكان مسجونا عنده وعندئذ مكث سهيل بن عمر في غيه حتى قاتل في بدر ثم أسر فيها وبعد أن أسر في غزوة بدر الفرقان تقدم سيدنا عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمر حتى لا يقوم خطيبا ويكثر عليك العرب بعد اليوم فقال يا عمر وما يدريك لعله أن يقوم في موقف يسرك دعهما يا عمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقد أسر سهيل بن عمر مع أسار بدر السبعين ثم إنه فر من الأسر وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بنفسه من وجده بعد ذلك وجاء مكرز بن حفص بن علقمة من سادات قريش وأحد الغادرين فيها فأراد أن يفتدي سهيل بن عمر ووضع رجله في القيد وقال أتركوا سهيلا ليذهب إلى ماله ويفتديه ثم يعود فافتدى سهيل بن عمر نفسه بالمال من الأسر في بدر ورجع إلى مكة ومكث فيها في أحد والخندق وبعد أن انتهت غزوة الخندق شن أهل مكة انقلابا على أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي وذلك لأنهم رأوا أن موقعة الخندق الأحزاب التي خرج فيها أربعة آلاف من قريش وستة آلاف من الأحزاب لم تؤتي ثمرة ولم تصل إلى شيء وكان أبو سفيان هادئا في تغييره سياسيا محنكا لا يرى المواجهة مقدمة إذا لم يكن لها حاجة ولذلك منصح قريشا عندما نجى بعيراتها في قافلتهم الكبرى أن يعودوا إلى مكة وأن لا يقاتلوا المسلمين في خرجتهم تلك ولكنهم أبوا إلا أن يقاتلوا المسلمين فقتل سراتهم وهلك أسيادهم وقد قاد الانقلاب المكي حلف الدم أو حلف الأحلاف على حلف المطيبين أو المطيبين وهذان حلفان قديمان في الجاهلية نشأا عن مآثر قريش الكبرى التي وضعها قريش الأصغر وهو قصي بن كلاب ابن مرة وأما قريش الأوسط فهو فهر بن مالك وأما قريش الأوسط فهو فهر وأما قريش الأكبر فهو النظر ابن كنانة إذن قريش الأصغر قصي بن كلاب والأوسط فهر بن مالك والأكبر النظر ابن كنانة هذا هو الذي تعرف به قبيلة قريش بقريش وهو من أبناء قيدار ابن سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام من العدنانيين من القبائل الاثنى عشر من أبناء سيدنا إسماعيل وكان قصي قد أعاد قريشا إلى مكة بعد أن أجلت خزاعة جرهم منها وذلك بعد مئات السنين فعادت قريش إلى مكة وعندها سن قصي مآثرها الكبرى ما هي مآثر قريش الكبرى؟ السقاية والرفادة والسدانة والحجابة والسفارة واللواء والتجارة والندوة دار الندوة ثم قد كان لقصي بن كلاب أربعة من الولد وبنتان فأما أبناؤه فأكبرهم عبد الدار ثم عبد مناف وكذلك عنده عبد العزة وآخرهم عبد قصي فوضع كل هذه المآثر الثمانية في ابنه الكبير عبد الدار ولكنه كان خامل الذكر فخف عن ذلك وجاعت قريش حتى وصلوا إلى الاعتفار وهو أن يخرجوا ليحملوا خيامهم معهم فينصبوها وينتظروا الموت لأنهم جياع مقحطون ليس معهم شيء وذلك كان في عهد أبناء عبد مناف وهو المغيرة ابن قصي بن كلاب وأبناء عبد مناف أربعة كذلك من هم؟ هاشم وهو عمر والمطلب ونوفل وعبد شمس وعبد شمس هو والد أمية ابن عبد شمس الذي ترجع إليه القبائل الأموية في الدولة الأموية وعندئذ لم يسر هاشم بأن يرى قريشا تموت وتقل فوقف خطيبا بهم وقال ما لأراكم يا قريش تقلون والناس يكثرون وتفتقرون والناس يغنون ادفعوا لي أموالكم وأبناءكم ثم وجه إخوته إلى كل الحضارات الكبرى فذهب هو إلى القيصر وذهب إخوته إلى كسرى والنجاشي وتبع اليمن وعقد معهم الإيلاثات المعروفة بإيلاث قريش وذلك تسهيلا للتجارة وتحريرا لها فقام عندئذ اغتنت قريش وهي معروفة بمكانتها ببيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما نازع بن عبد مناف بن عبد الدار بني عبد الدار في مآثر قريش أخرج بن عبد الدار ومن نبى إليهم قدرا ووضعوا فيها دم جزور ثم مسحوا رؤوسهم وصدورهم بها ثم وضعوها على الكعبة وأقسموا أن يأخذوا حقهم ممن يريد مآثر قريش منهم عموة بالدم فعندئذ وضع أبناء عبد مناف مع من نبى إليهم وحالفهم قدرا صبوا فيها طيباً فدهنوا بها رؤوسهم وصدورهم ثم ذهبوا فوضعوا أيديهم عند الكعبة وحلفوا بالله أن يطيبوا ذكر الكعبة ويعظموها وأن لا يقاتلوا أبناء عمومتهم بالسيف فهذه قصة حلف الدم المعروف بحلف الأحلاف وحلف المطيبين أو المطيبين وعندئذ وبعد أن حل هاشم مشكلة التجارة الصغيرة لقريش فكبرت تجارتهم واستفاد من الأوضاع العالمية في انقطاع طرق التجارة في كل من روما وكل من فارس عندئذ أخذ التجارة بالانتخاب الطبيعي وأخذ السقاية والرفابة وأخذ بن عبد الدار اللواء والحجابة والسدانة وتوزعت مآثر قريش بين قبائلها فكان سهيل بن عمر العامري من القبائل التي تنتمي إلى حلف الأحلاف حلف الدم الراديكالز أصحاب التغيير العنيف في مقابل حلف المطيبين الليبرالز الذين يغيرون بشكل هادي سياسي وعندئذ انقلب ثلاثة من قادة حلف الأحلاف حلف الدم على أبي سفيان الأموي بوصفه من حلف المطيبين وهؤلاء الثلاثة هم عكرمة بن أبي جهل قتل أبوه عمر بن هشام ابن المغيرة المخزومي قتل في بدر والثاني هو صفوان ابن أمية ابن خلف الجمحي من أغنى أغنياء قريش قتل أبوه في بدر والثالث هو سهيل بن عمر العامري من بني غالب القرشي وانقلبوا على أبي سفيان وصار أبو سفيان في إقامة جبرية في بيته وذلك بعد الخندق فلما سمعوا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا إلى الحديبية حلفوا بالله ألا يدخلها عليهم عنوة وأن يمنعوا دخوله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فاوضهم وذلك عندما وجه القصواء إلى دخول حد الحرم من جهة الحديبية فبركت القصواء وخلأت يعني بالعربية كأنها حرانت فقال الصحابة خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل وعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يعطوني خط لا يعطوني خطة يعظم فيها أمر البيت إلا قبلتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي وكان كبيرا في العمر وله بيت في مكة ففاوضه وسمع منه وجاء عروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف وكان قد وفد على الملوك ففاوضه وجاء مكرز بن حفص بن علقمة الغادر ففاوضه صلى الله عليه وسلم ثم جاءه الحليس الكناني أمير الأحابيش فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الهدي ولب المسلمون أمامه وكانت الأحابيش حلفا تحالفت فيه قريش مع مجموعة من القبائل على أن يكونوا يدا واحدة في الحروب ولكن حلف الأحابيش اشترط على قريش أن لا يمنع أحدا جاء إلى البيت من أن يطوف به فذهل عند إذن الحليس الكناني مما فعلته قريش بصد النبي صلى الله عليه وسلم عن المكة وفضع بذلك عندما رأاهم يمنعونه الكعبة وقال يا معشر قريش ما على هذا عاقدناكم والله لئن لم تخلوا بين محمد وبين الكعبة لأنفرن عليكم بالأحابيش حتى نقاتلكم ثم بعثوا سهيل بن عمر حتى يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فجعل سهيل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا وقال سهيل سهل أمركم وعندما جاء سهيل رأى أن يضع صحيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليكتبوا بنودها وأثناء ذلك جاء ابنه في القيد أبو جندل ابن سهيل بن عمر الذي كان مسجونا سنين طويلة فقال يا معشر المسلمين لا تردوني إلى الكفار يصدونني في ديني يصدونني عن ديني فعندئذ قال سهيل يا محمد قبل أن نكتب شيئا ترد إلي ولدي وإلا لا أعاقدك على شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هبني أبا جندل يا سهيل قال لا أهبك إياه وهو ابني أو كما ورد ثم بعد ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل وأجابه بأن الله سيجعل له مخرجا هو وإخوانه من المؤمنين في السر بمكة ثم بعد ذلك كتبت الصحيفة وأنكر سهيل بن عمر أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا نعلم إلا رحمن اليمامة مسيلمة بن حبيب الحنفي من الرحمن؟ أكتب باسمك اللهم ثم أنكر أن يكتب النبي أن يكتب سيدنا علي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما عاقد عليه محمد رسول الله قال اكتب لا امح محمد رسول الله فلو كنا نشهد أنك رسول الله حقا ما قاتلناك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي أمحها فأبى سيدنا علي الكرار عليه السلام أن يمحوها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال هدلني عليها فمحاها وكتب هذا ما عاقد عليه محمد بن عبد الله ثم وضعوا الشروطة التي بني عليها صلح الحديبية وحل الأمر وأتى صلح الحديبية بخير عظيم على المسلمين وأسلمت في آم كبيرة وبعثت كتب عظيمة إلى الأمم والحضارات والملوك حوله صلى الله عليه وسلم وخانت قريش بعد عامين اثنين وفتحت مكة بعد هذا الصلح المبارك ونزل قول الله تعالى في طريق العودة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وفي فتح مكة طالب سهيل بن عمر من ولده عبد الله المؤمن الأول طلب منه أمانا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطى الأمان وأن لا يقاتله أحد وأن له عقلا وشرفا لكن ما قدر يكون وعندئذ أسلم سهيل بن عمر وحسن إسلامه وفي حجة الوداع كان يقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدي ليذبحها رسول الله صلى الله عليه وسلم قربانا لله تعالى ثم تحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق شعره ووزعه بين المسلمين فأخذ سهيل بن عمر شعرة من شعراته فوضعها على عينه وجعل يبكي ونظر إليه سيدنا أبو بكر ونظر إليه مستعجبا كيف كان قبل سنين في مفاوضته ينكر أن يكون محمد رسول الله والآن هو يبكي من ذكره صلى الله عليه وسلم وأقبل على العبادة والقرآن ثم لما ارتدت قبائل قريش لما ارتدت العرب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قام فخطب في قريش لما أرادوا حصار عتاب بن أسيد والي مكة حتى كاد أن يججلى منها فقال أآخر قوم تؤمنون وأول من ترتدون أثبتوا على دينكم وأوصاهم بالثبات فثبتوا ووصل خبره لسيدنا عمر فحمده له ثم خرج إلى الشام بكل أهله وكل ما عنده إلا بنته هندى وخاض موقعة اليرموك وكان أمير كتيبة فيها ثم مات في مرج الصفر قرب دمشق بطاعون عمواس فرضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في خير حال والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم